شهدت مدينة البدرشين بمحافظة الجيزة انطلاق المؤتمر الانتخابي الذي عقده المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي خلال المؤتمر عرض المرشح الرئاسي فريد زهران أبرز ملامح برنامج الانتخابي الذي ركز على عدة محاور منها الاقتصادي والسياسي والاجتماعي وسط حضور جماهري انطلق المؤتمر الانتخابي الذي عقده المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمدينة البدرشين بمحافظة الجيزة احنا رغم ضيق الوقت عملنا النهاردة ده سادس مؤتمر بنعمله عملنا مؤتمر سير سلام بنوفية وعملنا مؤتمر في اسكندرية وعملنا ثلاث مؤتمرات في أسيود في المدينة وفي الساحل السليم وفي الغنايم والحمد لله كلها مؤتمرات نكحة ورغم عزوف الناس على المشاركة بسبب العدوان الوحشي الاسرائيلي على غزة واهتمام الناس بهذا العدوان وأنا بأكد هنا على دعمي لسمود الشعب الفلسطيني والموقف الدولة المصرية بكل أجازتها ومؤسساتها والرأس القوات المصالحة المصرية في رفض عمليات التهجير القصري والاسرائيل على تقديم الدعم والعمل الشعب الفلسطيني وخلال المؤتمر عرض المرشح الرئاسي فريد زهران أبرز ملامح برنامجه الانتخابي والذي يركز على عدة محاور منها الاقتصادي والسياسي والاجتماعي أبرز ملامح الحملة اللي احنا نتكلم عن البرنامج الانتخابي أولا الناس بتعرف على أستاذ فريد مرشح رئاسي بنبقى نبزة كده عن تاريخه السياسي وعن النضال اللي عمره 50 سنة وده عمري طبعا مش قليل البرنامج الانتخابي اللي احنا نزلين به المحاور الاقتصادي المحاور السياسي الدور المجتمعي أو المحاور المجتمعي دي أهم حاجة رح بنتكلم فيها ونقاط يعني بنتكلم فيها في الحملة الانتخابية بتاعتها البرنامج بتاعنا باختصار بنحاول نقول للناس إن في بدائل وإن الإصلاح ممكن بنقولهم إحنا المرشح بتاعنا فريد زهران هو البديل السلمي الآمن لتغيير ديمقراطي لتحقيق عدالة اجتماعية وانحيازات وترتيب أولويات مختلفة عن اللي احنا موجودين فيه حاليا بدون اللجوء لأي فوضى أو أي مشاكل بالتغيير السلمي عبر الصندوق وده اللي بيحصل في كل دول العالم المتقدمة كان المرشح رئاسي فريد زهران قد عقد أول مؤتمر جماهري بعد ترشحه لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة بمسقط رأسه بمدينة سيرس الليان بمحافظة المنوفية ومن المقرر أن يستكمل جاولات الانتخابية في محافظات الصعيد مختتما جاولاته في القاهرة الكبرى أحمد الحسيني التلفزيون المصري